أمام باب دكال التاريخي وسط مراكش توافد من مختلف مناطق المغرب منذ ساعات الصباح الأولى صدحت الحناجر بما وصفوه إقصاء للمكون الأمازيغي من الخطط والسياسات الحكومية وضد التهميش الاقتصادية الذي يطال مناطق أمازيغية ومنع الأمازيغ من تسمية موالدهم بأسماء أمازيغية نريد إعادة الاعتبار للأمازيغية أرضان ولغتان وإنسانا ثانيا نطالب بدستور ديمقراطي شكلا ومضمونا ثالثا نطالب بحقنا في التوزيع العادل والمنصف للطروات والقيم وتخلد الاحتجاجات أيضا ذكرا بالطاق أول احتجاج أمازيغي في شمال إفريقيا إثر منع محاضرات حول الشعر الأمازيغي في الجزائر قبل 36 سنة والذكرا في عرف الأمازيغ هي دعوة لترسيخ العمق الأمازيغي في شمال إفريقيا أو ما يسمونه بلاد تمزغا بغنى الحقوق ديالنا تكون في الأرض الواقع مش تكون في الدساتين معترفة وما كيش تطبيق في الساحة وبازال عود الأنظمة ديالنا عاد كيستعملوا العنصرية ضدنا وهدك كتجلاف هدك كيقولوا المغرب العربي العربي إحنا عندنا ديجة مع القرى الأسيوية أما الأمازيغ القرى الإفريقية ورغم أن المغرب أقر الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية في دستور 2011 الذي هبت به رياح الربيع العربي نحو المغرب لكن المحتجين يرونه ترسيما على ورق في ظل تأخر صدور القوانين التنظيمية المفاعلة للنص الدستوري وكان المغرب قد استجاب للمطلب الثقافي الأمازيغي عبر تأسيس معهد رسمي يعنى بالثقافة الأمازيغية قبل النص الدستوري نص ترى الحكومة أن تطبيقه عمليا مسألة وقت فقط شكلت لجنة وزارية تحت إشرف رئيس الحكومة وهي شرعت في الاستماع الجميع المجموعة من الفعالية المهتمة بالثقافة الأمازيغية وخطت خطوة جد كبيرة وهي في اللمسات الآخرة ديالها ورغم مشروعية الاحتجاجات الأمازيغية بتعبير البعض يحدر مراقبون من تكريس نزعة التفرقة بين العربية والأمازيغية كمكونين انصهر في المجتمع المغربي شهور قليلة تفصل حكومة عبدالإله بن كيران عن إنهاء مهامها دون أن يتم تفعيل الفصل الخامس من الدستور القاضي بترسيم الأمازيغية أكثر من 800 جمعية أمازيغية تتوقع أن لا يتم ذلك قريبا متواعدة بكثير من الاحتجاج والتصعيد فاطمة بغنبور الحرة مراكش